اكثر من اربعين قتيلا وجريحا في صفوف الميليشيات خلال تصدي القوات المشتركة لهجمات حوتية في الحديدة الفرق الهندسية تنزع وتتلف آلاف من الألغام والعضوات الناسفة وحملة للتوية بمخاطرها واستعادة مناطق باتجاه حبيل العبد وباب غلق في أضالع وإفشال هجوم حوثي في موريس أهلا بكم مشاهدينا إلى تفاصيل هذه النشرة بعث الأخ أحمد علي عبدالله صالح نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام بقية عزاء ومواساة إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور السعيد المعظم سلطاني سلطنة عمان الجديد في وفاة المغفر له بإذن الله سلطان قابوس بن سعيد جاء فيها ببالغ الحزن وعميق الأساوى باسمي وكافة أفراد أسرة الزعيم الراحل علي عبدالله صالح وقياداتي وكوادر المؤتمر الشعبي العام والشعب اليمني أشاطركم والشعب العماني الشقيق أحزانكم في وفاة المغفور له بإذن الله فقيد الأمة العربية والإسلامية ورجل الحكمة والسلام والإنسانية والنهضة الوالد الجليل جلالة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله وأسكنه فسيح جناته لقد مثل رحيل هذا القائد العربي الكبير خسارة كبرى حيث جسد رحمه الله الحكمة والاعتدال ورجاحة العقل ونفاذ البصيرة في أسمى معانيها وتجلياتها وكان مثالا للقائد الفذ المتميز في عطائه من أجل النهوض بوطنه عمان وبأمته العربية والإسلامية والدفاع عن قضاياها بحكمة وعقلانية واقتدار وكان بما جسدهم من نهج في الاعتدال وعدم التمترس أو الإنجرار إلى الصراعات والعواصف العاتية التي شهدتها المنطقة والعالم مثالا للقائد والرجل الحكيم وشوكة الميزان الذي جعل منه وسيطا خيرا ومقبولا لدى الجميع في أكثر من مكان وبهذه الصفات الحميدة والنهج القويم جعل العمان وشعبها العزيز المكانة العالية والمربوقة وحقق لها النهوض والتقدم على أكثر من صعيد وفي مقدمتها بناء الإنسان والدولة العصرية المتطورة وإننا في اليمن لا نشعر بفداحة الخسارة لرحيله في الوقت الذي لم يألو فيه جهدا في الوقوف إلى جانب أشقائه من أبناء الشعب اليمني ومساندتهم في محنتهم وفي مختلف الظروف والسعي المخلص وعبر كل الأطراف من أجل أن يحل السلام في اليمن ويتحقق له الأمن والاستقرار وعلى المستوى الشخصي فإننا أسرة الزعيم الراحل علي عبدالله صالح لن ننسى لجلالته أبدا مواقفه الأخوية والإنسانية الكريمة معنا والتي ستظل جميلا ودينا يطوق أعناق نائزة جلالته رحمة الله عليه وكل أشقائنا في عمان قيادة وشعبا جلالة السلطان هيثم بن طارق إننا في الوقت الذي نشعر فيه بالحزن لرحيل هذا القائد الفذ فإننا نهنئكم بالثقة الكبرى التي منحكم إياها الشعب العماني الشقيق لمواصلة قيادة مسيرته في هذه المرحلة التقيقة وإننا على يقين من أن جلالتكم أهل لهذه المسؤولية الكبيرة ومواصلة العطاء على درب النهوض والازدهار لعمان الشقيق الذين وكنوا له ولكم كل التقدير والود حفظكم الله وسدد خطاكم على طريق الخير والنجاح سائلين المولى القدير أن يعصم قلوبكم بالصبر الجميل والسلوان وشهدت سلطنة عمان على مدى نصف قرن من الحكم الرشيد للسلطان الراحل قابوس بن سعيد ثورة تنموية في مختلف مجالات الحياة ودع العمانيون سلطانهم قابوس بن سعيد الذي نفض عنهم غبار الفقر على مدى نحو نصف قرن من الحكم الرشيد في موكب جنائزي حزين يدل على التفافهم حول قائدهم الذي حقق لهم الاستقرار والتنمية والأمان فمنذ قدوم السلطان قابوس إلى السلطة وعد في خطابه التاريخي الأول في الحادي وثلاثين من يوليو ألف وتسعمائة وسبعين بإقامة دولة عصرية ومستقبل عظيم لعمان وشعبها وهو ما تحقق خلال السنوات الماضية بادئ من الصفر ليحولها من أفقر الدول وأكثرها عزالا في العالم إلى دولة تضاهي الدول المتقدمة وتحول الحلم إلى حقيقة التضاعف الاقتصاد العماني بأكثر من ثلاثمائة مرة وقفز مستوى داخل الفرد بنسبة المماثلة من الآن وصاعدا ستعرف أرضنا العزيزة باسم سلطنة عمان نعتقادنا بأن هذا التغيير بداية لعهد جديد متنور ورمزا لعزمنا أن يكون شعبنا موحدا في مسيرتنا نحو التقدم وكان الناتج المحلي الإجمالي في 1970 نحو 255 مليون دولار ومستوى داخل الفرد نحو 200 دولار ليصل الناتج في عام 2018 إلى حوالي 79 مليار دولار وبلغ مستوى داخل الفرد نحو 17500 دولار حينها كان النفط قد بدأ لتوهي بالتدفق من جوف الأرض العمانية ولكن بكميات قليلة لا تلبي طموحات العمانيين الذين كانوا يعتمدون في حياتهم على الزراعة وصيد الأسماك ليشكل فيما بعد 64% من الموازنة العامة للدولة فيما يتم توفير نسبة الباقية من الضرائب وإرادات أخرى ورغم أن عمان لا تملك سوى 1 و 12% من إجمالي احتراضات النفط بدول الخليج إلا أنها استغلت عائدات ثرواتها النفطية في تطوير الهياكل الإدارية والاجتماعية وتسريع عملية إنشاء البنية الأساسية في البلاد منها شبكات طرق والموانئ والمطارات والمناطق الصناعية والحرة التي تشكل قاعدة أساسية للانطلاق نحو مشاريع تنموية وعدة خلال خطتها الاستراتيجية لتحقق بذلك طفرة نوعية في مجالات الصحة والتعليم والخدمات والتكنولوجيا والتنوع الاقتصادي في حين يتميز القضاء الخاص بالقوة والتنوع حيث يغطي الزراعة والصناعة والسياحة والنسيج وصهر النحاس وشملت أهداف السلطان تنمية القضاء النفطي بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من الإيرادات لدعم عملية التنمية الشاملة والبدء بتنويع الاقتصاد ما أدى إلى زيادة حادة في احتياض عمان النفطي من نحو 500 ملون برميل إلى 5 مليارات و500 ملون برميل فيما قفز الإنتاج من حوالي 280 ألف برميل يوميا العام 71 إلى 975 ألف برميل يوميا في الوقت الحاضر ووصل إجماليا الاستثمار الأجنبي المتدفقي للسلطنة إلى أكثر من 30 مليار دولار بنهاية نصف الأول من العام الماضي مثل رحيل السلطان قابوس بن سعيد خسارة للشعب اليمني الذي ارتبط مع الشعب العماني بعلاقات وثيقة على مر السنين وقد نأى الراحل قابوس ببلاده عن التدخل في شؤون الداخلية لليمن بعد افتعال الميليشيات الحوثية لحربها العبثية وبذل جهود كبيرة لجمع الفرقاء في محاولة لإحلال السلام بعد أن تسلم سلطان عمان قابوس بن سعيد مقاليد الحكم في الثالث والعشرين من يوليو عام 1970 بدأ في رسم ملامح السياسة الخارجية لبلاده والتي سجلت حضورا في الملفات والأزمات الإقليمية في المنطقة خمسون عاما عمل فيها سلطان عمان على توثيق علاقات السلطانة مع بلادنا التي اتسمت بالإيجابية وظلت متينة رغم الظروف التي مرت بها اليمن حيث كانت سلطانة عمان السباقة لمساندة ودعم الشعب اليمنية وكان الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح والراحل قابوس بن سعيد تربضهم علاقة أخوية وطيضة ظلت حتى استشهاد الزعيم صالح التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود اليمنية العمانية كانت من الخضوات التي أرسى بها السلطان العماني قابوس مداميك العلاقة بين البلدين من خلال حوار اتسم بالإنصاف والتسامح وإتاحة الفرصة لليمنيين للانتقال إلى الدول الأخرى عبر دولة عمان التي فتحت أبوابها لليمنيين ومنذ الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية ضد اليمنيين منذ خمس سنوات سعت السلطانة مرارا لإنهاء الأزمة التي تشهدها البلاد واكتسبت من خلال هذا الموقف مكانة مرموقة في قلوب اليمنيين كونها الدولة الوحيدة التي وقفت إلى جانبهم ولا زالت خمسون عاما ظلت عمان خلالها من أكثر الدول تقاربا مع اليمن من خلال مواقفها الإيجابية والسلمية التي رسمها جلالة السلطان قابوس بحكمته وحنكته وظل موقفه ثابتا منذ توليه الحكم بعدم التدخل في شؤون الغير إلا بمد يد الخير والسلام تكبدت ميليشيات الحوثي خسائر فادحة خلال عملية تصدي القوات المشتركة لهجمات شنتها الميليشيات على مناطق متفرقة جنوب الحديدة في اليومين الماضيين مصادر عسكرية أكدت سقوط نحو 44 مسلحا حوثيا بين قتيل وجريح خلال تصدي القوات المشتركة للهجمات التي شنتها الميليشيات على مديرية حيس ومناطق أخرى بالحديدة وكانت القوات المشتركة قد تصدت خلال اليومين الماضيين لهجمات واسعة شنتها هذه الميليشيات على مناطق متفرقة جنوب المحافظة وكبدت الحوثيين خسائر فادحة في الأرواح بالإضافة إلى تدمير عتادهم العسكري ومنها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إلى ذلك استهدفت ميليشيات الحوثي مواقع القوات المشتركة في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقي مصادر في الأعلام العسكري ذكرت أن ميليشيات الحوثي استهدفت مواقع القوات المشتركة بمختلف أنمع الأسلحة الرشاشة عيار 14.5 و 12.7 وبالأسلحة الخفيفة والقناصة وكانت ميليشيات الحوثي شنت هجوما هو الأعنف بمختلف الأسلحة الرشاشة وقضائف المدفعية باتجاه المناطق السكنية ومواقع القوات المشتركة في حيث مصدر عسكرية فاد أن ميليشيات الحوثي شنت هجوما عنيفا باتجاه عدد من القرى والأحياء السكنية ومواقع اللواء السابع عمالقة من جهة وادي ضمى جنوبيا والمزارع المطلة على حيث شرقا ووادي نخلا شمالا وأضاف أن الميليشيات نفذت هجوما انتحاريا استخدمت فيه قذائف مدفعة الهاوزر والهاون وعشرة القذائف وأوضح أن قوات من اللواء الثلاث عشر عمالقة ساندت القوات المرابطة في حيث أثناء الهجوم الحوثي وقامت بتكبيدها خسائر فادحة في العتادي والأرواح وأسرت تسعة من الحوثيين والمقرر بهم وأجبرت من تبقى من عناصر هذه الميليشيات على الفرار مخلفين وراءهم جثث قتلهم وفي إطار تشجيع عودة الحياة والسيناف مؤسسات الدولة لعملها افتتح مدير شرطة الحديد العميد نجيب ورق ومعه قادة الألوية المرابطة في مديرية الدراهمي وعضاء السلطة المحلية مقر شرطة مديرية الدراهمي خطوة هي الثانية بهدف إعادة تطبيع الحياة في المديرية المحررة وتمكين السلطات المحلية من ممارسة مهامها في حفظ الأمن وخدمة المواطنين في المناطق المحررة وفي الافتتاح أثنى العميد ورق على جهود القوات المشتركة في سبيل استثباب الأمن في المديرية المحررة وحث الضباطة والأفراد العاملين في أمن المديرية على تحمل مسؤولياتهم على أكمل وجه وحسن التعامل مع المواطنين وحل مشاكلهم أولا بأول مشددا على أهمية التنسيق مع الألوية العسكرية المرابطة في المديرية والتحلي باليقظة لمواجهة أي طارع وأشهد بتعاون الألوية العسكرية المرابطة في المديرية المستمر وتسليم مهام الأمن في المديرية للجهة المختصة وحرصهم على تفعيل مؤسسات الدولة بالمديريات للقيام بمسؤولياتها من جانبه أكد الرائد عمار المجملي أن الألوية العسكرية ستقدم كل الدعم والمساندة لضباط وأفراد إدارة شرطة الدريم وسيكونون عونا لهم للقيام بمهامهم مشيرا لأن تواجد الأمن سيساعد على تطبيع الحياة في المديرية ويطمئن المواطنين لاستئناب حياتهم بشكل طبيعي في الحديدة فككت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة حقل الغام عبوات ناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي في حي منظر شرقي المطار مصدر في الفرق الهندسية أكد العثور على حقل الغام زرعته الميليشيات شرق المطار بعد أن جرفت الرياح والأمطار الرمال التي كانت تغطي هذه الألغام وأكد المصر أن الميليشيات زرعت الألغام والعبوات الناسفة مختلفة الأشكال والأحجام في حقول منتظمة وأخرى عشوائية بمناطق متفرقة في الحديدة وتواصل الفرق الهندسية نزع وتفكيك الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيات الحوثي في الحديدة والتي تسببت بسقوط آلاف الضحايا الأبرياء من المدنيين بين شهيد وجريه وفي صعداءة لفت الفرق الهندسية للقوات الحكومية آلاف الألغام والعبوات الناسفة في مدينة باقم كانت الميليشيات قزرعتها في مزارع المواطنين والبيوت والطرقات والأماكن العامة في عدد من المناطق بالمديرية على غرار التقدمات المستمرة للقوات الحكومية في جبهة صعداء المختلفة تواصل الفرق الهندسية نزع الألغام وتأمين الأراضي الزراعية والطرقات التي زرعتها ميليشيات الحوثي بمختلف وأحجام العبوات الناسفة والمتفجرات مؤخرا أتلف الفريق الهندسي في مديرية باقم معقل الميليشيات الحوثية ألف لغم وعبوة ناسفة زرعتها الميليشيات في مناطق متفرقة شملت عملية نزع الألغام ثمانمائة لغم أرضي مضاد للدروع وستين عبوة ناسفة وسبعين قذيفة غير متفجرة بالإضافة إلى عشرات الذخائر القابلة للانفجار المتفجرات الحوثية زرعت بين منازل المواطنين والطرقات والأماكن العامة في المديرية استطاعت الفرق الهندسية تطهير العديد من القرى منها المغرم وآل الحماطي ومحجر في باقم والدحل والسلف واستطاعت الفرق الهندسية تطهير العديد من القرى عشرات الأسر في المناطق التي دحرت منها ميليشيات الحوثي غير قادرة على العودة إلى منازلها بسبب كمية الألغام الحوثية التي ملأت بها مساكنهم رغم الجهود الحثيثة والمبذولة من قبل فرق الهندسة تابعة للقوات الحكومية في تأمين الطرقات وانتزاع شبكة الألغام بهدف أعادة تطبيع الحياة وتسهيل عودة المواطنين إلى بيوتهم معظم ما تم تفكيكه خلال الأيام الماضية هي ألغام مموهة تشابهت مع طبيعة الأرض المزروعة فيها وتنفجر بمجرد مرور أي جسم بالقرب منها وتعتبر طريقة التصنيع مشابهة لما يتم صناعته من قبل ميليشيات حزب الله اللبناني ناهيك عن الكم الهائل المزروع في كل مكان دحرت ميليشيات الحوثي منه وهو ما جعل من اليمن واحدة من أكبر مخازن الألغام في العالم منذ الحرب العالمية الثانية زراعة الألغام تسببت في مقتل وجرح الآلاف من المدنيين خاصة النساء والأطفال حسب إحصائيات سابقة للأمم المتحدة من جانبه علنا مشروع مسام أن الفرق الميدانية التابعة له نزعت خلال شهر يناير نحو ثلاثة آلاف لغم ودخيرة غير متفجرة وأيضا عبوات ناسفة ليصل بذلك إجمال ما تم نزعه منذ انطلاق المشروع إلى مائة وثلاثة وعشرين ألف لغم وعبوة غير منفجرة موسيقى 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 وفي شبوى دشنت حملة توعوية بمخاطر الألغام ومخلفات الحروب بتمويل من منظمة المونسف ويشارك في الحملة التي تستمر أربعين يوما خمسون متطوعا ومتطوعة من منظمات المجتمع المدني في إطار الجهود الرامية لتجنيب المدنيين من خطر بذرات الموت التي زرعتها الميليشيات الحوثية في معظم المناطق اليمنية وسعيا لرفع مستوى الوعي المجتمعي للتعريف بأنواعها وأشكالها وتدابير الأمان والسلامة من أضرارها انطلقت في محافظة شبوى فعاليات حملة ميدانية للترعية من مخاطر الألغام ومخلفات الحرب والتي تستهدف عدد من مديريات المحافظة هذه الحملة التي تنفذ في مديريات محافظة شبوى ست مديريات أعتق صعيد نصاب بيحان رضوم وميفعة هذه الحملة التي تستهدف المدنيين الذين يتواجدون في المديريات بهدف نشر التوعي ورفع مستوى الوعي وتهدف إلى استهداف 42 ألف مستفيد ومستفيدة من أطفال وطلاب المدارس وكذلك التقمعات المدنية من أجل رفع مستوى الوعي وتقليص عدد ضحايا مخلفات الحروب هذه الحملة ينفذها المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام بالتنسيق مع مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل وبتمويل من منظمة اليونسيف للطفولة خمسون متطوعا ومتطوعة من منظمات المجتمع المدني يشاركون في تنفيذ هذه الحملة التي تستمر لمدة أربعين يوما تحت شعار أحذر تجنب أبتعد لا تلمس الأجسام الغريبة حيث تتولى عدد من الفرق الميدانية إقامة العديد من المحاضرات التوعوية في أوساط التجمعات السكانية والمدارس والجامعات بل إضافة إلى نشر الملصقات الإرشادية ونشر المطبوعات الإضاحية المدعومة بتوزيع أصناف من الوسائل المحافزة لطلاب المدارس والناشطين الرسالة التوعية في المناطق الملغومة تأثر بخطر الألغام إلى جميع فئات المجتمع من النساء والأطفال والمواطنين والمدنيين التي استدفتهم هذه الألغام ورسالتنا إلى هؤلاء المستهدفين بالابتعاد عن الأماكن التي شهدت نزاعات وحروب مسلحة لأن هذه المناطق خلفت وراءها مخلفات حربية من الغذايف وغذايف الهاول وغذايف المدفعية وغذايف الدروع وخاصة غذايف الطيران الألغام والمكذوفات المتفجرة هي الإرث الإجرامي وكمائن الموت التي تركتها ميليشيات الحوثي في معظم المناطق المحررة حيث هدفت من خلالها استياد أرواح المدنيين والأبرياء من أبناء الشعب اليمني وهو ما يعكس سلوكها العدواني وحقدها الدفين واستهدافها الممنهج لليمنيين بدون تمييز أو استثناء وأينما وجدوا وأينما حلوا زبين عطية اليمن اليوم محافظة شبوة وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس فرقة لنزع الألغام بالألوية العمالقة مرحبا أستاذ سامي حميد نعم هل تسمعوني؟ أستاذ سامي هل تسمعوني؟ نعم نعم أسمعك لكن الصوت ضعيف شوي نعم إذن ما هي المناطق التي تم نزع الألغام فيها ونعتبرها أنها خالية من الألغام أيضا هل لديك أحصائية بالألغام التي تم نزعها وإتلافها خصوصا في الحديدة؟ نعم هناك عدة مناطق لانتجاج الساحر الاتهاني الغربي نعم منعومة أو ملوثة بالألغام نعم في منطقة الحيمة وكذلك موشج قمنا بجهود جبارة في نزع ما زرعت المنشيات الألغام في العامين السابقين كان هناك في عام 2014 قمنا بمجهود كبير بنزع الأحكم من هذه المناطق وهي منطقة القطابة وكذلك الحيمة والمسنة وأجزاء كبيرة على انتجاج الساحر الغربي نعم هل لديك أحصائية بهذه الألغام؟ نعم نعم نهاية 2019 قمنا بمجهود أكثر من 10 ألف لغمه هو ومخلفات حرب وقمنا بإتلافها وهناك إن شاء الله في الأيام القادمة يتم جمع ما تبقى منها وإتلافها وحمده يقوم الفريق الهندسي التهاني لتعامل الألغام بشكل يومي وكذلك تلقي البلاغات بشكل يومي ولكن هناك بعض الصعوبات التي يواجهها هذا الفريق وتذلك المواطنين وهي تأهيد وتدريب فرق الهندسية أخرى بالمساحة الشاتعة التي تم زراعة الزراعة من الشهد البريكي فيها الألغام وكذلك نتمنى من بعض المنظبات الأممية أن تقوم بدورات توعوية للمواطنين بأدم الاقتراب هذه الأجسام الخطيرة لأن المنشات الحسنية تتركت نعم أستاذ سامي على عجالة هل ساهمت مثل هذه الدورات التدريبية والتوعوية في التقليل من المخاطر والضحايا بالنسبة للمواطنين وأيضا كيف تتعاملون مع الألغام العشوائي التي زرعتها هذه الميليشيات نعم نقوم بالتعامل مع هذه الألغام التي تتركتها الميليشيات الحسنية لحسب تجاربنا وكذلك الموارد في العمل يواجه هناك ألغام جديدة فبأول الله نحاول أن نتعامل معها بالطرق الحديثة ولكن نتمنى من عمل دورات تدريبية بسرقة أخرى وكذلك كما قلنا دورات التوعوية للمواطنين بعدم التوعوية للمواطنين كذلك والنازفين من الاقتراب هذه الألغام وهناك بعوقات تذلك للنازفين الذين نزحوا من مناطقهم من العودة إلى منازلهم وكذلك منظمات الإنسانية والذاتية من الوصول إلى هذه المناطق نعم إذن أشكرك جزيلا شكر سامي حميد رئيس الفريق لنزل الغامب الوية العمالقة شكرا جزيلا لك في الضالة تمكنت القوات المشتركة والمقاومة في جبهة موريس الشمالية المحافظة من إحباط هجوم هو الأعنف شنته الميليشيات الحوتية في القطاعين الشمالي والغربي لمنطقة موريس وأفدت مصادر عسكرية أن مواجهات هي الأعنف اندلعت بين الجانبين واستخدمت فيها مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة عقب محاولة ميليشيات الحوثي التقدم باتجاه مواقع حسن الجمعر والقهرة ووينان والخينيق وزيادة وغيرها من المواقع في القطاعين الشمالي والغربي وأكدت المصادر أن عشرات القتلى وجرحة سقطوا في صفوف الميليشيات التي حاولت من خلال الهجوم تعويض هزائمها المتكررة التي تتلقاها على أيدي القوات المشتركة والمقاومة ونبقى في الضالع حيث استقدمت الميليشيات الحوثية تعزيزات باتجاه جبهات عدة في المحافظة بهدف شن هجمات لكن القوات المشتركة باغتتها بعملية هجومية استباقية تمكنت خلالها من السيطرة على مواقع جديدة باتجاه حبيل العبدي وباب غلق بعد تكبيد الميليشيات خسائر فالعة خاضت القوات المشتركة والمقاومة الشعبية معاركا عنفة وظارية مع الميليشيات الحوثية في شمال وغرب الضالع وتمكنت وحدات من القوات المشتركة من القيام بعملية عسكرية وإحراز تقدم باتجاه منطقة حبيل العبدي شمال الفاخر ومنطقة هجار في باب غلق تأتي هذه العملية بعد وصول تعزيزات جديدة للميليشيات الحوثية باتجاه منطقة القرين وبيت الشرقي وما جاورها لكن القوات المشتركة قامت بعملية هجومية استباقية على مواقع الميليشيات الحوثية وباغتت عناصرها في تلك المناطق وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وفر من تبقى منهم باتجاه منطقة شليل وبيت الشرقي بالعود تم تحرير منطقة الباخر يعني مجلس باخر بالسوق ووصولا إلى بيت جابر إلى من ثلث بيت الشرقي ومن الجهة الخلفية يعني من الجهة الشرقية لمنطقة الباخر تم تحرير حبيل العبدي ومدرسة حبيل العبدي بالكامل أسقطت المقاومة الجنوبية قدرت مواقع المعالوة القمالقة وحزام الأمني في تقدم كبير وانهيار وتقهرقر لمليشيات الميوثي وفرت باتجاه قرية البهد وعقب انكسارها وهزيمتها كسفت الميليشيات الحوثية من قصفها بقذائف الدبابات والهاون ومختلف أنواع الأسلحة باتجاه مناطق حبيل العبدي والفاخر وما جاورها وقد قامت مدفعية القوات المشتركة بالرد على مصادر تلك النيران محققة إصابات ناجحة وسط معنويات عالية ومرتفعة لكل المقاتلين من أبطال القوات المشتركة في كافة جبهات الظالع يعني القصف بالهاون والمدفعية يعني استهداف المواقع الحوثية وتم تصفيتهم نهائيا إن شاء الله وسوف في الساعات القليلة القادمة نوصل إلى جبل حمك الاستراتيجي ما زالت المعارك محتدمة في جبهة الفاخر حيث تواصل قوات اللواء الخامس عمالقة وقوات الحزام الأمني وبقية الوحدات العسكرية من مختلف تشكيلات المقاومة الجنوبية التقدم صوب مواقع جديدة في منطقة الفاخر حيث تمكنت القوات المشتركة وقوات العمالقة من السيطرة على مفرق عذاب بيت الشرقي في منطقة الفاخر وكذلك السيطرة على حدث مواقع أخرى في منطقة المتقدمة بنحو طريق إب حبيل السماعين وبمشيئة الله تعتزم القوات المشتركة وقوات العمالقة وبقية الوحدات من التقدم صوب محافظة إب من جبهة الفاخر محمد الشعيبي لقناة اليمن اليوم الظالع ولمعرفة المستجدات ينضم إلينا عبر الهاتف القياد بجبهة الفاخر أحمد محمد الوجيه مرحبا مرحبا بك إذن هناك عملية عسكرية باتجاه حبيل العبدي وأيضا هجار في باب غلق وغيرها أطلعنا على مستجدات المعركة في جبهة الفاخر قامت القوات الخوفية بتعجيبات استعراضات كبيرة جدا على مشارف الزاخر حبيل السماعي في بيت الشرقي وغدار بشأن هجمه على جبهة الزبالة إلا أن المقاومة الجنوبية وكتاب الشعير البطل شلال الشوبدي من يساتي البرى استبقت الهجمه بالهجوم على الساخر وحبيل العبدي تنتظر الحوثيين والسيطرة على الساخر ومجالة القوات الحوثية تقصف بالهاول والأسلحة السقيلة على القرى والمواطنين بعد أن يتكبدوا حكاً بالعتابة للأرواح ويستدلت عالية لمواجهة أي تعجيزات من الحوثيين في الجبهة الزبالة بفقة عالية لإن شاء الله نعم هل تم تحرير سوق الفاخر والمدينة بشكل كامل؟ نعم 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 وإن تتمركز الآن الميليشيات الحوثية؟ تتمركز بالخلف وفيه وحبيل السماعي وبيلزهما أورا أجلس نعم وكيف تتعاملون طبعاً مع القذائف ومصادر النيران التي تقوم بإرسالها الميليشيات الحوثية للمناطق المحررة؟ نعم أشكرك جزيل الشكر أحمد محمد الوجيه القيادة بجفهة الفاخر شكراً جزيل لك وغير بعيد عن الضالة سقط عدد من القتلى والجرحة من الميليشيات الحوثية في اشتباكات عنيفة بين قيادات الميليشية على خلفية نهب أراضي في مدينة الداعب بمحافظة البيضاء مصادر محلية ذكرت أن اشتباكات اندلعت بين شيخ المتحوث الشريف أحمد الجوفي مشرف الميليشيات في عزلة الجوف بمديرية القريشية وبين قيادي حثيم ريام الاشتباكات أدت إلى احتراق محلات المواطنين بينها محل أنترنت في قاعة الشرف بالدائر الغربي وأكدت المصادر دخول مسلحين على متن أكثر من ثلاثين سيارة في انغم قبيلة آل الجوف إلى مدينة رداع وأثرت الفوضى والرعب بين المدنيين في المدينة الأخبار مستمرة وفيها بعض الفاصل استمرار الاحتجاجات في إيران للمطالبة في تنحي خامن ومحاسبة المسؤولين عن إسقاط الطائرة الأوكرانية ميليشية القوثية حولت الساحل الغربي إلى حق الألغام عشوائي ميليشية القوثية حولت الساحل الغربي إلى حق الألغام عشوائي ميليشية القوثية يعني لسبب الحواتين هو اللي يعني إسرع الألغام دين مسبب أن يخسروا الإنسان ابنعه ميليشية القوثية ميليشية القوثية ميليشية القوثية فقدت اليمن حقها في التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأمر الذي يعكس سوء إدارة الحكومة ووزارة الخارجية اليمنية ويفقتها صوتها الخارجي وهو ما اعتبره مراقبون فضيحة سياسية ودبلوماسية كان يجب تفاديها خاصة مع معركة اليمن الحالية في مواجهة ميليشيات الحوثية فضيحة دبلوماسية وسياسية تعكس تواضع أداء الحكومة الجمهورية اليمنية تفقد حقها بتصويت في الجمعية العامة بسبب امتناع الحكومة منذ عامين عن سداد ما يتوجب عليها من اشتراكات إلزامية في موازنة العامين 2019 و2018 العديتين لمنظمة الأمم المتحدة وتشير المصادر إلى أن المبلغ المستحق على اليمن ضمن ميزانية المنظمة للعام 2019 بلغ مليون ونصف المليون دولار أمريكي في حين المبلغ الأدنى لسحب تعليق التصويت نحو نصف مليون دولار الناتق باسم منظمة الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أعلن في مؤتمر صحفي أن اليمن وتسع دول أخرى خسروا حقهم بالتصويت في الجمعية العامة للمنظمات لتخلفهم عن تزديد مساهماتهم المالية منذ سنتين متتاليتين مضيفا أن هذه الدول باتت خاضعة منذ التاسع من يناير لمفاعل المادة التاسع عشر التي يخسرون بموجبها حقهم في التصويت في الجمعية العامة وتنص المادة التاسع عشر من ميثاق الأمم المتحدة على أنه لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخر عن تزديد اشتراكاته المالية في الهيئة حق التصويت في الجمعية العامة إذا كان المتأخر عليه مساويا لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائد عنها وللجمعية العامة مع ذلك أن تسمح لهذا العضو بتصويت إذا اكتنعت بأن عدم الدفع ناشئ عن أسباب لا قبل للعضو بها وأثارت خسارة اليمن حقه في التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة انتقادات واسعة تجاه السياسة الخارجية المتبعة من الحكومة والتي دفعت بمراقبين للقول أن هذا الأمر يعكس المنهج والأداء المتراخي للحكومة للحفاظ على صوت اليمن في المحافل الدولية وحمل المراقبون المسؤولية المباشرة في التقصير الإداري لوزارة الخارجية ولمندوب اليمن في الأمم المتحدة أحمد عوض بن مبارك إذ تم الاستهتار بهجوب تأمين المبلغ المطروب عبل الأطر الإدارية معتبر ما حصل فضيحة دبلوماسية مدوية لا يجب أن تمر مرور الكرام وأشار إلى أن رسالة الأمينة العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتاريش التي سبق أن حذر فيها مجموعة من الدول في العالم من ضمنها اليمن إضافة إلى نشر قائمة بأسماء الدول التي لم تدفع حصصها المالية للمنظمة بقي أن نشير أن هذه الفضيحة الدبلوماسية تأتي في ظل كشف العشرات من حالات الفساد التي ارتبطت بمكتب الرئاسة وحالات أخرى في وزارات مختلفة بددت عشرات الملايين من الدولارات في ظل غياب الحكم الرشيد وغياب مبدأ الثواب والعقاب في إيران تتواصل الاحتجاجات في عدد من المدن للمطالبة بتنحي خامني ومحاسبة المسؤولين عن إسقاط الطائرة الأوكرانية ورفع يد الحرس الثوري عن الحكم في إيران احتجاجات متواصلة في عدد من المدن الإيرانية لليوم الثاني على التوالي منددة بدكتاتورية الحرس الثوري وتطالب باستقالة المرشد الأعلى علي خامني نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو أظهرت المحتجين في إيران وهم يطالبون بتنحي خامني ومحاسبة المسؤولين عن إسقاط الطائرة الأوكرانية وطالب آخر برفع يد الحرس الثوري عن الحكم في إيران مصادر إيرانية أكدت ان الاحتجاجات في العاصمة طهران وعدد من المدن مستمرة وتدعو إلى استقالة المرشد الأعلى رافعة شعار الموت للدكتاتور ومزق محتجون غاضبون صورة لقائد فيلغ القدس الإيراني قاسم سليماني في طهران وذلك بعد نحو اسبوع على مقتله في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد ونشر لاشطون صورة سليمان التي قالوا إنها كانت معلقة في أحد أحياء طهران وتظهر وهي ممزقة في إشارة إلى حالة الغضب العارم تجاه الحرس الثوري والمرشد الأعلى وأثارت حادثة الطائرة الأوكرانية غضب طلاب الجامعات وذلك بعد انقضى في الحادثة خرجوا جامعات إيرانية كانوا في طريقهم للهجرة إلى كندا ما نتج عنه إحساس بعض الطلاب أن مستقبلهم قد يدمر في بلد غارغ بنسب البطالة العالية والفوضى العارمة التي تقودها طهران في الشرق الأوسط ختم النشرة تذكير بأبرز العناوين أكثر من أربعين قتلا وجريحا في صفوف الميليشيات خلال تصدي القوات المشتركة لهجمات الحوثية في الحديدة الفرق الهندسية تنتزع وتتلف آلاف الألغام والعبوات الناسفة وحملة للتوعية بمخاطرها استعادة مناطق باتجاه حبيل العبدي وباب غلق في أضالة وإفشال هجوم الحوثي في موريس قبل الختام أذكركم بأنه يمكنكم متابعة البث الحي عبر موقع القناة الظاهر أسفل الشاشة وعبر منصات التواصل الاجتماعي إلى اللقاء اشتركوا في القناة